إلى مباراة الجولة الثالثة من دور مجموعة رابطة أبطال أوروبا إن انتهت قمة ريال مادريد والتوتينهام بالتعادل الإيجابي سجل لسبيرز فران بالخطأ عاد لكريسانو رونالدو من ركلة جزاء ولذات المجموعة عاد بروسيا بالتعادل من قبرص أمام أبوين نيقوسيا بهدف لمثله وفي قمة التكتيك أطاح غورديونا والسيتي بساري ونابولي بهدفين لواحد سجل ستيلينغ وخصص بينما هدف نابولي أمضى ديورا وعداش اختار بالفوز من فينورد بهدفين لواحد